اشتركوا في القناة وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين بعون الله تعالى وتوفيقه لنبدأ هذه الدورة في فقه الصيام ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح الصيام معناه الإمساك وهذا معنى لغوي وهو المعروف عند العرب فإذا قالوا صام فلان يعني أنه امتنع من معتات صام عن الطعام أو صام عن الكلام أو صام عن الأفعال بمعنى توقف عنها وامتنع والمعنى الشرعي للصيام في الشريعة الإسلامية هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية أي الامتناع عن المفطرات من الطعام والشراب والجماع ونحوها بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس الصيام عبادة عظيمة افترضها الله تعالى على عباده وجعلها في عدد من الأمم السابقة ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالصوم شرع في الشرائع السابقة وشرع في شريعتنا هذه الشريعة الغراء وتميزت هذه الشريعة بأن كان الصيام شهرا كاملا من السنة وقد اختار الله تعالى لهذه الأمة شهر رمضان وجعله رقنا من أركان الإسلام وأوجبه على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فالله تبارك وتعالى أوجب على هذه الأمة وفرض أن تصوم شهر رمضان وجعله مركنا من أركان الإسلام وقد جاءت الأدلة الكثيرة على فضيلة الصيام وأجر الصائمين وما أعده الله تعالى لمن يتعبد لربه جل وعلا بالصوم الشرعي وهو الامتناع عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وصان صومه واحترمه ولم يخلطه بشيء مما يفسده وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول كل عمل ابن آدم له الصدقة الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فالله تعالى يجزي على الصوم بلا عد ولا حد وهذا دليل على عظم شأن هذا الصوم لأنه عبادة سرية إذا أخلص الإنسان فيها فلا يدرك إخلاصه إلا الله جل وعلا ولما جال فيها للرياء فإن الأعمال الأخرى من صلاة وحج وزكاة يراها الناس وأما الصوم فإن الإنسان قد يأكل ويشرب في منزله وهو مغرق عليه بابا ويخرج للناس على أنه صائم ولا أحد يدري عنه فإذا أنه صان صومه وحفظه فإنه لم يمنعه من ذلك إلا خوفه من الله وحبه لله ورغبته فطعة الله فلذا استحق هذه المكافأة المجزية من الله بأن يمنحه من الثواب بلا عدد وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا صام صوم تطوع بعد الله تعالى وجهه عن النار سبعين خريفاً عن كل يوم من صام يوماً في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً يعني سبعين سنة وغير ذلك من النصوص الكثيرة ولهذا يجب على المسلم إذا أنه صام أن يحافظ على صيامه وأن يبتعد عن كل ما يخدش هذا الصوم أو يخل به فلا يقترف شيئاً من المفطرات وإيضاً لا يرتكب شيئاً من المحرمات فإن الإنسان إذا صام عن المفطرات الحسية فإنه مطالب بأن يصوم عن المحرمات المحرمة دائماً وأبداً إذا كان الإنسان في الصوم يمتنع عن الطعام المباح وعن الشراب المباح وعن الجماع المباح في غير وقت الصيام فإن امتناعه عن المحرمات يكون ألزم لأنها محرمة في كل وقت فليسوغ للإنسان إذا أنه صام أن يتساهل في المحرمات ويغشاها بل عليه أن يبتعد عنها أشد البعد ولا يخل بصومه فيكون يجمع حسنات من ناحية ويضيعها من ناحية أخرى ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدعى طعامه وشرابه وقد قال عليه الصلاة والسلام ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر ولهذا ينبغي للإنسان أن يحذر من الكذب ومن الغيبة ومن النميمة ومن السباب ومن ضياع الوقت فيما لا فائدة فيه أو الانشغال بالملهيات أو بالموسيقى أو بمتابعة الأفلام الهابطة والتي تضيع الوقت وتلحق به الإثم لاجتمالها على شيء من المحرمات كما أن الإنسان مطالب بأن لا يكون عنده شيء من الإسراف والملاحظ أن بعض الناس إذا أقبل عليهم رمضان استعدوا بأصناف المعاكل والمشارب وانشغلوا بها وصارت هي شغلهم وتحول العرف عندهم من أن يكون شهر رمضان للصيام إلى أن يكون لتنويع المواعد والإسراف فيها وربما جرهم ذلك إلى نفقات زائدة عن الحاجة يكون مصيرها أن ترمى مع النفايات وهذا يتناقض مع التعبد لله بالصيام فإن من يعمل هذا هو قد وقع في المحرم وهو الإسراف والله تعالى يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا فيجب على الناس أن ينتبهوا لهذه المسائل وصوم وصوم الواجب تجب نيته من الليل بمعنى أن الإنسان ينوي الصوم غدا فإن مضى عليه جزء من وقته من النهار بعد طلوع الفجر وهو لم ينوي الصوم فإن عليه القضاء لهذا اليوم لأن من شرط الصوم الواجب النية وهذا يشمل صيام شهر رمضان وصيام الكفارات والنذور فإن كل صوم واجب لابد له من نية من الليل وأما صوم التطوع فلا حرج أن الإنسان ينويه بعد طلوع الفجر وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على والتأكيد على نية الصوم من الليل لأن من لم ينوي يكون قد طلع عليه الفجر ومضى جزء من النهار لم يكن منويا يقول صاحب عمدة الفقه يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم يعني من شروط صحة الصيام أن يكون الصائم مسلما فلو صام غير المسلم فلا يعتد بصيامه لأن من شرط صحة الصوم أن يكون الصائم مسلما ومن شرط وجوبه أن يكون بالغا وليس من شرط صحته فيصح صوم غير البالغ كالصبي الذي لم يبلغ ولهذا يؤمر الصبي بالصيام ولو لم يجب عليه لأجل أن يتعوده ويحب هذه عبادة ويتعرف على أحكامها قبل أن تجب عليه فينعقد صيامه ويصح ويعتبر بالنسبة له نفلا وعما إذا كان بالغا فالصوم بالنسبة له فرض وركن من أركان الإسلام لا بد أن يأتي به ومن شرط صحة الصيام أن يكون الصائم عاقلا فلو كان الإنسان مجنونا فصومه غير صحيح ويجب الصوم على القادر على الصوم وأما الذي لا يقدر على الصوم لكبره أو مرضه المرض المزمن فإنه لا يجب عليه الصوم وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا وقد جاء تفسير قوله تعالى وعلى الذين يبطيقونه فدية طعام مسكين على أنها نسخت في حق الإنسان السليم وبقيت في حق الإنسان العاجز عن الصوم قال ويؤمر به الصبي إذا أطاقه فينبغي لوليه أن يأمره على ويحثه على أن يصوم وهو غير واجب عليه لكن لعجل أن يعرفه ويعرف أحكامه ويتعود عليه فإذا بلغ لا يكون عليه شاقا ثم قال يجب صوم رمضان بأحد ثلاثة أشياء كمال شعبان أي تمام شعبان ثلاثين يوما لعموم لعموم قولي النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما فإذا أن الناس أكملوا شعبان ثلاثين يوما فيصومون ولو لم يروا الهلال لكن لا بد أن يكونوا قد رعوا هلال شعبان وتأكدوا من دخول شعبان في هذا اليوم فإذا كملوا ثلاثين يوما من رؤيتهم لشعبان فإنهم حينئذ يصومون شهر رمضان والعمر الثاني الذي هو من أسباب الصيام قال رؤية هلال رمضان لهذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته فإن الناس يترعون الهلال ليلة التاسع والعشر ليلة الثلاثين من شهر شعبان إذا بقوا في شعبان تسعة وعشرين يوما فإنهم يتحرون بعد غروب الشمس من يوم التاسع والعشرين ليلة الثلاثين يتحرون الهلال فإذا رأوا هلال رمضان صاموا والأمر الثالث قال المؤلف ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه وهذا القول قول مرجوح عند أهل العلم لأنهم فهموا أن الحديث الوارد في قول فقدروا لضيقوا عليه وإن كان هذا وارد في لغة العرب لكن الأحاديث الأخرى توضح ذلك بالألفاظ والروايات التي جاءت في قوله عليه الصلاة والسلام فأكمل عدة شعبان ثلاثين يوما فجماهير أهل العلم على أنه لا يصام يوم الثلاثين إلا إذا رؤي الهلال وإذا لم يرى الهلال فلا يجوز صومه لأنه هو يوم الشك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم اليوم الذي يشك فيه وقال من صوم اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يوم إلا رجل كان يصوم صوما فليصم فليس للإنسان أن يدعى الصيام في شعبان احتياطا لرمضان وإنما في يوم الثلاثين من شعبان لا يجوز صيامه إلا إذا رؤي الهلال فصار من رمضان ولا يصام احتياطاً لرمضان وهذا هو الصواب إن شاء الله ثم ذكر المعلف رحمه الله مسألة قال إذا رأى الهلال وحده صام يعني لو أن إنساناً رأى بنفسه هلال شهر رمضان فيزمه الصوم هو بنفسه ولو أنه ردت شهادته فلو كان هذا الإنسان ليس بثقة ولا عدل وذهب لإثبات شهادته عند القضاء فلم يقبلوه لأنه عليه ملاحظات في تصرفاته وتساهوله في بعض الأمور فهو في هذه الحال لا يأخذ الناس بقوله ولا يقبلون رؤيته لأنه فاسق عندهم لكن هو بنفسه تيقن مئة بالمئة بأن غداً من رمضان فيزمه أن يصوم ذلك اليوم وأما إذا كان الإنسان رأى هلال شهر رمضان وهو إنسان عدل معروف بالعدالة فإنه يقبل قوله ويصوم الناس برؤيته لما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بصيامه جناءً على رؤية ابن عمر وحده وهذا الدليل على قبول خبر الفرد الواحد في إثبات دخول شهر رمضان وعما الإفطار من رمضان في هلال شوال فلا يقبل إلا شهادة رجلين عدلين لا بد من اثنين من الرجال العدول ولما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا فالفطر ليكون إلا بإثنين وأما الصيام فجاء حديث ابن عمر يدل على جوازي الصيام وصحته برؤية واحد من المسلمين العدول ثم ذكر مسألة قال لو أن الإنسان رأى هلال شوال وحده وردت شهادته لعدم وجود شخص آخر يشهد معه فهل له أن يفطر أم لا الجواب لا ليس له أن يفطر بل يبقى صائماً مع الناس ولو أنه رأى أن الهلال بنفسه فلا يحل له حينئذ لما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال ليتقي أحدكم أن يصوم يوماً من شعبان أو يفطر يوماً من رمضان قال وأن يتقدم قبل الناس فليفطر إذا أفطر الناس فلا يفطر وحده لأنه يكون قد أكل في نهار رمضان ورؤيته لا تقبل حينئذ لعدم وجود من يعضده في الإفطار وهو باق بعباده متلبس بها فلا يتركها ويتخلى عنها وهي لم تثبت شرعاً ثم ذكر مسأله وقال إن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوماً أفطروا لحديث عبد الرحمن بن زيد الذي مر بنا قبل قليل فإذا أن الناس رأوا هلال شهر رمضان برؤية شاهدين اثنين فكملوا رمضان ثلاثين يوماً فإنهم يفطرون ولا يحتاج إلى تراعي الهلال لأنه دخل عليهم الشهر بيقين برؤية رجلين عدلين وكملوا ثلاثين يوم والشهر لا يزيد عن الثلاثين وقد أكملوا الثلاثين فيفطرون حينئذ لتيقونهم كمال شهر رمضان وأما إذا ابتدأوا صيام شهر رمضان برؤية واحد فهل يفطرون أيضاً ذهب بعض أهل العلم ومنهم بعض علماء المذهب إلى أنهم يكملون ثلاثين لوجود الشك في رؤية الواحد والقول الآخر وهو الذي عليه جمهور العلماء على أنهم إذا صاموا بشهادة واحد فأكملوا ثلاثين يوماً أنهم يفطرون لأن الفطر تابع للصوم ومبني عليه وقد صاموا صوماً صحيحاً فثبت صومهم بدليل شرعي معتبر فيه وكملوا صيام ثلاثين يوماً والشهر لا يزيد عن الثلاثين فلا يزاد عليه ولا يصام يوم العيد وهذا هو الذي يرجع الكثير من أهل العلم ثم ذكر المؤلف مسألة يقول إذا أن الناس بدأوا صيامهم في شهر رمضان برؤية أو بإتمام شعبان ثلاثين يوماً فصاموا رمضان ثم رأوا الهلال بعدما صاموا ثمانية وعشرين يوماً الناس صاموا رمضان ولما صارت ليلة التاسع والعشرين من رمضان رأوا الهلال وهم لم يصوموا إلا ثمانية وعشرين ففي هذه الحال يزمهم أن يفطروا لأن غداً يوم عيد ويزمهم قضاء يوم من رمضان لأنه يتيقن أنهم تركوا اليوم الأول لم يصوموه ليكملوا رمضان تسعة وعشرين يوماً والشهر تسعة وعشرين أو ثلاثين ولا ينقص عن تسعة وعشرين ولا يزيد عن الثلاثين فإذا صاموا ثمانية وعشرين دل ذلك على أنهم في بداية الشهر قد نقصهم يوم فيقضونه بعد يوم العيد ولا يصوموا يوم العيد وإنما يجب عليهم أن يفطروا لأن يوم العيد يحرم صيامه بعض المسائل التي تعرض للناس وخاصة في حال السفر إذا سافر رجل من بلد إلى بلد وفي الأخص مثل هذه الأيام التي سهل فيها السفر وبسرعة من بلد إلى بلد في أقصى الدنيا ف لو أنه وجد أن الناس قد تأخر إثبات دخول شهر رمضان أو خروجه عن أهل بلده فإنه يزمه أن يكون حاله كحالهم مثال ذلك لو أن إنسانا صام هنا وسافر في آخر يوم من رمضان وهو يوم تسعة وعشرين وثبت عندنا أن غدا يوم عيد وهو سافر إلى بلده في المغرب وأهل المغرب لم يثبت عندهم رؤية هلال شوال فيبقى معهم ولا يفطر وهم في رمضان لأنه في بلد هو فيه لا يزال رمضان موجود ما خرج رمضان بعض أهل العلم قال إذا كان قد صام ثلاثين يوما في البلد الذي كان فيه سابقا فإنه يفطر سرا وبعضهم قال لا يبقى على ما هو عليه ولا يخالف أهل بلده لأن البلد الذي هو فيه لم يأتي فيه العيد بعد ولم يحكم بأن اليوم عيد ثم ذكر بعض العلماء بعض المسائل التي قد تحصل في الظروف الحرجة كما لو كان إنسان مأسور عند عدو ولا يعرف الأشهر ويخفى عليه حاله ولا يدري هل دخل رمضان أو لم يدخل ولا يدري هل هو في شهر شعبان أو في شهر رمضان فإنه يتحرى ويصوم يصوم بالاجتهاد وإذا انتهى من صيامه إذا تبين له أنه قد صام بعض الأيام قبل دخول شهر رمضان وإنما هي من شعبان فإنه يقضيها وأما إذا تبين له أنه صام بعض الأيام من شهر رمضان وبعضها من شهر شوال فصومه صحيح ولا شيء عليه لأن بعضها أداء وبعضها قضاء أيضا من المسائل التي يسأل عنها في مثل هذه الأيام خاصة في مثل هذه السنة في بعض البلاد التي تكون في شمال الكرة العرضية حيث يكون الصوم في وقت الصيف يطول عليهم النهار وربما وصل إلى عشرين ساعة فهؤلاء يزمهم الصيام ويزمهم الصيام على هذه الحال من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وليس لهم أن يفطروا في النهار لأن الصيام إنما هو في النهار لعموم قوله تعالى فكلوا واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل قالوا لو أن الإنسان عرض له عجز شق عليه فهذا إذا كان حال أفراد ونحو ذلك فهذه تعالج بالعلاج الشرعي الذي يشمل كل منطقة في أي بلد كان وهو أن الإنسان إذا خشي عن نفسه الهلاك فإنه له أن يشرب ويأكل قدر ما يسد رمقه وإبقاء نفسه من الموت ويدفع عنها الضرر ثم يمسك بقية النهار ويجب عليه قضاء هذا اليوم في وقت آخر من المسائل التي أيضا قد تقع لبعض الناس أن الإنسان إذا كان مسافرا في الطائرة في الليل فهو يريد الصوم وراء طلوع الفجر وهو في الجو في الطائرة فإنه يمسك عن الأكل والشر ولو كان في الأرض أو كان أهل الأرض إلى الآن ما طلع عندهم الفجر لكن هو فوق السحاب ورأى طلوع الفجر فإنه يزمه حينئذ الإمساك المسألة الثانية لو أن إنسانا أقلعت به الطائرة من بلد أوشكت الشمس على الغروب فأقلعت الطائرة وبقيت الشمس معه وأهل الأرض الذين أقلعت منهم بعد عشر دقائق أفطروا لكن هو بقيت الشمس معه حيث كانت تجاهه إلى الغرب مدة ساعة أو ساعتين فهو لا يزال في النهار ليس له أن يفطر ويقول البلد الذي تحتنا عندهم ليل فيفطر معهم وإنما يزمه أن يكون ممسكا ليتم صومه نقف عند هذه المسألة لإتاحة الفرصة لبعض الأسئلة ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يصلح وأن يصلح عننا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ترجمة نانسي قنقر